وجه محافظ مارب سلطان العرادة بتعزي حساب السلطات المحلية للمدريات بمبلغ 100 مليون ريال لكل مدرية من حسب التنمية اضافة الى المخصص المعتمد ضمن موازنتها السنوية وفقا لموازنة 2014 لمواجهة اضرار سيول الامطار وفيضان سد مارب وشدد المحافظ خلال ترأسي اجتماعا للجنة الطوارئ وقلاء المحافظة ومدراء المدريات على دورة تحرك السلطات المحلية بالمدريات بشكل سريع للإستجابة للاحتياجات الناس ومواجهة الاضرار القائمة والمحتملة كل في مدريته وفقا للأولوية الطارئة والأهم ثم المهم وفي مقدماتها تقديم المساعدات للأسر المتضررة وإنقاذ التجمعات السكانية التي تحاصرها السيول وفيضان مياه السد أو المتوقع محاصرتها وإصلاح طرقات المتضررة وإحماية الكبار وعبارات السيول فيها وصيانتها وعمل المصدات اللازمة للمياه تعزي جوانب الحماية والأمن لتجمعات نازحينها والمجتمع المضيف في مختلف المدريات كما شدد على سرعة التحرك لحماية الطريق الدولي الرابط بين محافظة مأرب ومحافظة حضر موت من جهة وبمحافظات البيضاء وشبوة من جهة أخرى وإجراء العمال اللازمة لحماية الكبار في تلك الخطوط من الانهيار بسبب ضغط تدفق مياه السد وسيول الأمطار والأضرار بالإسفلت وحماية المسافرين وسرعة إصلاح الطرق في المدريات المتضررة وترميم عبارات المياه فيها حتى لا تعزل المدريات بفعل السيول وإجراء الإصلاحات اللازمة للأضرار التي تعرضت لها بعض المشاريع الهامة والمؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمة العامة للمواطنين بسبب الأمطار والسيول حتى تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين وكلف العرادة مدراء المدريات والسلطات المحلية بسرعة استكمال أعمال المسحة للأضرار والتقييم للاحتياجات في المدريات ليتم رفعها إلى رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم بخصوصها واجها بتعزيز التواصل والتنسيق مع القيادات المجتمعية ورجال الأعمال والمتطوعين وإدارة كافة الجهود التي مشانها التخفيف من وعانات الناس في كافة عزل وقرى مدريات مأرب منويها إلى همية تكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر البناء في ممرات السيول وعدم الاختراب منها أثناء تدفقها حفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم وتنوع الوسائل لإصال تلك الرسائل التوعوية والتعليمات للمواطنين اشتركوا في القناة